في خبر بصراحة يمكن انا اتكلمت عليه في الفترة الاخيرة وهو كابتن حازي امام كابتن حازي امام يعني تقدم باستقالة شفاهية زي ما بيتقال كده ليه اتحاد الكورة يعني من اخر هو بيقول لهم انا مش معاكم واتحاد الكورة لحد دلوقتي في كلام بيحاولوا يبقى فيه كلام ما بينهم بعض وحتى لدرجة ان لهم بما معناها يعني انا مليش دور اتحاد الكورة مصمم ان هو كابتن حازي امام يبقى لي دور اعايز ان لكم حاجة كان فيه اجتماع حتى يعني خلال ايام الايام الماضية كابتن حازي امام ما حضرش اول امبارة ما حضرش وقابليها وكان اجتماع مهم جدا لاتحاد الكورة على فكرة مجاش وقابليها وقابليها برضو مؤتمر اه الاجتماع بتاع كابتن حسان في توقيع العقد مجاش المؤتمر مجاش طيب يعني ما هو مش عافية يعني هو موضوع مش هتجيبه كابتن حازي امام بالعافية خلاص هو الراجل حاسس نفسه ان هو مش هيضيف او مختلف مع كابتن حسان او مش عايز كابتن حسان ولا معترض على كابتن حسان او مش عايز كابتن ابراهيم ومعترض على الجهاز الفني ايا كان بقى ايا كان المسمى اللي هو عيو دي وجهة نظره وحاجة حاجة تحترم خلاص هو بيقولها علني انا ضد ان كابتن حسان وكابتن ابراهيم او الجهاز الفني ده يبقى موجود لمنتخب مصفى خلاص احترم وجهة نظره خلاص يعني هو هو توجده كده مدر يعني انت لو اتحاد الكرة بيفكر ان هو يتعاون مع كابتن حازي امام انا بقول لكم انتوا كده بتضروا المنتخب انتوا كده بتضروا بتعمله ازمة يعني ملهاش اي لازمة زي ما بيتقال كده خلاص هو الراجل مش حابب ان يبقى موجود انا بقول لكم اقبلوا الاستقالة بتاعته لان فعلا تواجده في الاخر مدر مدر الكرة المصرية مدر المنتخب مصر اللي احنا في الفترة اللي جاية عايزين دعمين هو مش داعم لكابتن حسام ولا كابتن ابراين فادحه وهو عايز يمشي فخلاص خليه يمشي يا جماعة يا الكرة مش هتوقف يعني يعني معلش ما احترامي ما هو تواجد كابتن حازي امام دلوقتي في الحالة اللي هو موجود فيها وان هو مش عايز يعايز يبقى موجود خلاص هو مش عايز هنقعد بقى نضغط عليه نضغط عليه تب انت كده تواجده مدر ممكن يتسبب في ازمة مع كابتن حسام ممكن يحصل خلاف ما بينه وما بين كابتن حسام رؤيته الفنية مش هيتدخل مع كابتن حسام رؤيته حتى في اتحاد الكورة بالنسبة للمنتخب الاول مش هيفيد لان في الاول اخر قرارات كابتن حسام والجهاز الفني هي اللي هتمشي فهو حاسس ان هو من الاخر مش هيبقى ليه دور فخلاص احترموا القرار بتاعه ودي حاجة تحترم من كابتن حازي امام ان هو مش حابب ان هو يبقى موجود فعشان كده قدم استقالته فاتمنى ان اتحاد الكورة يقبلها بس هو المشكلة جماعة هو دوره مش واقف على المنتخب بس فيه منتخبات تانية ممكن يستعين بيها ممكن يبقى موجود فيها بس بعضوع خلاص عن المنتخب الاول مش عايزين صدمات في الفترة اللي جاي خصوصا كمان ان فيه خلافات خلاص بقت زاهرة للناس فيه يعني فمش نقصة او من الاخر العملاء مش مستحملة ان يبقى فيه مشاكل تانية في الفترة جال ان احنا عايزين استقرار للجهاز الفني والمنتخب مصر في الفترة اللي جاي اه هو طبعا كابتن حساء كأخدن حازم غطبان فطبيعي ان هو يغدب هو مش حاسس ان هو دوره خلاص يتهمش فطبيعي ان هو قدم استقالته فعشان كده نبقى للاتحاد الكورة اقبل الاستقالة حفاظا على منتخب مصر وحفاظا على الجهاز الفني وحفاظا على الاجواء الفترة اللي جاي لان فعلا الامور مش محتاجة تخش في الصدمات في الفترة اللي جاي كابتن ابراهيم حسن منتخب مصر يواجه نيوزيلاندا يوم 22 مارس بالامارات في دوره ودي ده على فكرة حاجة كويسة جدا هيبقى اول تجمع ده اول تجمع دايما يعني دي اول دي اول تجمع طبعا ما بين ما بين منتخب مصر واللعبة دي يعني مش مقيازة ما بيتقال كده لان ده اول تعارف واللي هيكسب هيلعب ما بين يتونس يا كرواتيا فطبيعي انه هيبقى فيه يعني ممكن عايزين يشوف حالة اللعيبة والمعسكر يوم 12 مارس بإذن اللي بات ماله التوفيق ودي بداية بداية الانطلاق لكابتن حسن حسن والتعارف ما بين اللعيبة واللعيبة طبيعي انه في الحالة اللي زي دي هيبقى قريبين للجهاز والجهاز هيبقى قريب لللعيبة لان فعلا المتخب في الفترة اللي جايه محتاجة التجمع ده خصوصا بعد خروجنا من كاس الامم الافريقية